السلام عليكم ورحبا بكم معي من جديد على قناتي وقناتكم قادرنا مع كرامي اللي اليوم سوف نحتاج لي مره بمئة جرام دقيق الأبيض مئة جرام دقيق القمح عندي خميرة الخبز بما انه الحرارة ما كنديرش بزاف درس مالقة كبيرة اولا ملعقة طعام عندي ملح لغادي حسب الطوق يعني انا درس اي عشر دي القرام اولا ملعقة قهوة صفي كنضيف ليهم الماء لها دقيق يعني كنديرلو الماء حتى كنتحصل على واحد الخليط اللي كيكون ليين بزاف اولا كيكون هكي كما كتشوفو جاري كنضم بان الفيديو شارح راسو راسو فالقوام ديال العجينة ديالنا كيكون كما كتشوفو معايا احنا ما تنقيصوش في العجينة بيدينا كنخدموها بالمضرب اليدوي اولا بالفوي صفي ومن بعد غادي نضيف قطع ديال زيتون احنا ممكن نضيفو قطع زيتون مع اعشاب منسيمة زعتار اللي بغيتو انا اكتفيت بالزيتون لانو الاطفال مكي بريوش غاليبين ديك الاعشاب منسيمة خديت واحد البول او لو حتاصة واحد اخرى درت فيها شوية ديازيز بسميل تساقش ليها هذيك العجين ديالي بالقاع ديالو سوف ينصب فيها هذيك الخريط كما كتشوفو انا راني ما قصت شقاع في العجينة بيدي غادي نخلي حتيت ضاعف الحجم ديالو ويخمر بما انو ده به هذي الايامات كينا الحرارة فالاختمار كيكون يعني سريع ما كيتعطلش معنا ما كياخدش لنا وقت بزاف من بعد ما اختامر سوف يتضاعف الحجم ديالو غادي ندوزو باش نشكلوه عندي واحدة سنية ولي كتدخل فران اللي فيها ورق الخبز او لا ورق الطبخ بابي كويسون خديت الفارينا يعني الدقيق الابيض هذي الخبز هادا هنديرولو الدقيق الابيض درتو فوق سطح العمل وعندي واحد سباتيول مهم ماشي سباتيول واحد الكوبات او لا سباتيول اللي غادي نخدمو بها يعني ما غاديش نقرسو هذي الخبز بطريقة العادية هانتو ما غادي تشوفو خديت هذيك الخليط ديال العجين ديالي او داك الخبز ديالي ما كنفرغ منو لا غازات لا تشي حاجة هكاك كننزله فوق من دقيق وغادي نبقى كنديري الدقيق وانا كنجمع الاطراف بحلاكة نحاول ما امكن انني ما ندخلش واحد الكيمية ديال الدقيق لدخل ديال العجين هاد شي اللي كاين ومن بعد غادي ندوز كنشكلو هنا في هاد الاثناء الفرن ديالي راكي يسخن على اعلى درجة يعني كديروا الفرن ديالكم يسخن على اعلى درجة بالنسبة الناس انا هادا طيبتو في فرن يعني هازي سخنتو ومن بعد نقص له هادا الحرارة اولا نقص له العفية انتم ما كتشوفو يعني سنبدأ هكا كنديري الدقيق وكنبدأ كنجمع دوك الجوانب تنظن بان الفيديو شارح ليكم طريقة اديال التشكيل وكنتمنى انها تجربوا هاد الوصفة وتعجبكم هاد الخبز هادا كيجي مفش فش بحل سفنجو خفيف والصراحة ما كياخدش وقت بزاف علما بانهو تيتباع يعني بواحد المبلغ اللي هو شوية طالع في المحلات فكيكون اه ثلاثة دراهم القطعة اولا ثلاثة دراهم الباقيطة صفي من بعد مشكلتها كما كتشوفو كنا اخد الكوبات اولا ديك اي حاجة كتقطعو بها العزين كنبدأ كنشكل بيهنت وما اللي تتحكمو في السمك اولا في القياس ديال الباقيط اللي بغيتو انا هاد العبار هادا ديال 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 الدقيق يعني خمسمية جرام خرج لي واحد دربعتاش القطعة كندن يعني هادى كنت فيها ستة واخرى كنت فيها خمسة صفي كنش كل بيهنت طريقي لا بغيتو انا درتهم متبسطين الى بغيتوهم كبار فغدي دير لكم واحد العشرة ديال القطعة ولكن الحجم اللي درت انا كافي ووافي كما لاحظتم فانا يعني هنا يا ببط اكنوريكم كنقطع وتنهز بهديك الدقيق اللي فيه ما تنحاولش انني نحيدو غير ذاك شي اللي كي يتح منو صفي وغادي نزلو فوق السينية اللي فيها ورق الطبخ ضروري من ورق الطبخ لانو غادي يلتسق صفي دخلتهم من بعد ما كمل دخلتهم يطيبو وهذا هو شكل ديالهم فاش خرجتهم يعني من بعد ما طهبو بردو هنا را كان الليل وكنت غنصاب بهم صندويتشات شوفوا الخبز كي يجي من الداخل غادي ندير صندويتشات عاديين يعني اللي كان ناخدو كاملين في الصيف هكاية معنا الخارجات الصيفية العشية اولى البحار ولا هادا كندير شو ديال صلصة البربوكيو كندير شو ديال الخيار شو ديال الطماطم وشو ديال لانشون وخه ما شي صحي ولكن معنا ما نديرو الدراريتي يبغيو هاد شي ان شاء الله غادي نحط لكم الوصفة المعتمدة عندي ديال الكاشر منزلي هنا غادي نعاود نوريكم واحد خبيزة من الوسط شوفوا كيفاش كتجي كتجي رائعة والمادق ما نعاودش لكم كنتم ان الوصفة تكون عجباتكم وما تنسونيش من لايك والبعطاج مع صحابكم كنتم اشتركوا في القناة